طبعاً النهاردة ما فيش أي كلام داخل ناتزة مالك إلا عن مصطفى محمد مهاجم ناتزة مالك واللي طبعاً أعلن عن رغبته في الاحتراف من فترة وإصراره على الاحتراف في نادي سانت تيان الفرنسي رغم طبعاً رفض إدارة ناتزة مالك بعد الموقف طبعاً الشهير اللي هو يمكن تم اتهام مسؤولين في ناتزة مالك أو سطاء لكن من جانب طبعاً سانت تيان الفرنسي بمحاولة البعض بيتلقى عمولات ومش عارف إيه والكلام ده كله كان كلام غريب جداً وبالتالي رفض نادي الزمالك التعامل مع نادي سانت تيان لكن رغم كده مصطفى محمد لا يزال مصر على الاحتراف بالنادي الفرنسي ورغم تلقيب عرض من نادي جالت سراي النهاردة مصطفى محمد يمكن رفض النزول إلى التدريبات وتم استبعاده من قيمة مباراة بكرة مباراة المقصة تشكابالا يمكن تدخل يمكن حاول يقنعه أنه هو يوافق على عرض جالت سراي التركي لكن اللاعب رفض ولا يزال متمسك بالاحتراف خارجياً في نادي سانت تيان الفرنسي في نفس الوقت الإدارة رفضة طبعاً التعامل مع المسؤولين في نادي سانت تيان الفرنسي وبصراحة لو الإدارة وفقت على الضغوط يعني هتبقى شكلها وحش إن أنا النهاردة واحد بيتهمني بحاجة أنا ما عملتهاش وهو مؤكد إن اللجنة المؤقتة دي ما فيش ولا واحد فيها ولا لجنة الكورة ده مؤكد إن طلبوا أي مكان عمولات ولا مش عمولات ولا الكلام اللي تقال يعني الكلام الغريب جداً اللي تقال من مسؤولي أو من مسؤول في نادي سانت تيان الفرنسي أعتقد إن لو الإدارة وافقت على أي ضغوط بيعملها مصابر محمد هيبقى حاجة غريبة جداً